يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في زهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية الزمالك وادريمز الغاني على استاد القاهرة الدولي الزمالك يخرج بتعادل سلبي من المباراة تعادل مفاجئ جداً أمام فريق الظهر بشكل ضعيف وبشكل ضعيف دي مش معناها عشان عايفة أنا عاوبة مقول الفريق ضعيف يقولك أصله أنت بتقولي أن الكونفيدرالية ضعيفة أصله الفرق اللي بيعيبها الزمالك فرق ضعيفة أصله الزمالك وصل كده عشان الفرق ضعيفة مفيش الكلام ده فريق دريمز الغاني فريق ضعيف سيء من الآخر يعني بقى الفرق فيه فرق قوي الطرف الثاني من نصف النهائي نهضة بركان أو اتحاد العاصمة الجزائري دول فرق كبيرة وقوي لو واجه فيهم الزمالك حد في نصف النهائي ساعتها كانت الأمور ممكن تبقى أصعب نهاردة الفريق لا ضعيف هزيل يعني سيء يعني الزمالك المفروض يكسب النهاردة 4-5 وبصراحة شديدة يعني الزمالك وصل كتير آه متأثر بغياب كثير من اللاعبين اللي مش موجودين في القايمة الأفريقية بالإضافة لزيزو بالإضافة الفتوح لعيبة مهمة كلها بس الزمالك وصل كمان كتير واضع فرص سهلة جدا جدا قدام المرمى في منها كان عدم تركيز وفي منها كان سوق حظ يعني فيه كورة في نهاية المبراه الواحد مش مصدق نفسه عمالة رايح حاجية مش هتخش يعني مش هتخش وحارس بتاعهم ضعيف ودفع سيء وكل حاجة في دريمز الغاني داي تقول زي ما تقول قول أكيد وصل نفسه في النهاية بالصدفة فريق يعني سهل يتغلب أقل فريق في الدور المصري أقوى من فريق ريمز الغاني هنتعامل مع الأمر إنه كان فيه سوق توفيق النهاردة من لعيبة الزمالك الأمور إن شاء الله تكون سهلة في غانا وإن كان كان من المفروض إن الزمالك ينهي أموره بدري بدري من هنا مش عايزين نروح هناك نقول أصل الأجواء أصل الملعب أصل التحكيم أصل الظروف كان كل حاجة ممكن تخلص من هنا بدري بدري بس هيتأجلت لمباراة العودة نصبر شوية سهل الزمالك يكسب هناك سهل الزمالك يخرج ببطاقة النهائي من هناك سهلة جدا إن شاء الله يعني أنا مش مع فكرة إنه الزمالك النهاردة كان وحش لا أنا مش شايف إنه كان سيء بصراحة يعني آه كان ممكن بفيه أفضل بس الزمالك كان جيدا النهاردة بس أضع فرص كتيرة أوش وإحساسي مجرد إحساسي إنه عدم تركيز اللاعبين النهاردة سببه مباراة الأهلي كسبان في نشوة فرح رجع للمنافسة على الدورة تاني لها التفاصيلة ما تخلص اللعيبة بسرعة من فرحة الفوز على الأهلي ده تصوره وتوقع مالهوش علاقة بإنه عندي معلومة يعني محدش جاي يكلمني وقال لي كريمة إحنا مكوننش مركزين عشان موتش الأهلي لأ بس اللعيبة مش مركزة بنسبة 100% آه ممكن يبقوا مركزين شوية بس مش بنسبة 100% بقولك المباراة النهاردة لو بتفرج عليها المفروض تقلص 456 اشتركوا في القناة